متى تستلمون تشك الحزمة التحفيزية الثانية؟ تطورات التي حصلت بعد خطوة متش مكانة لليوم في مجلس الشيوخ ومام مصير الأطفال الذين ولدوا في سنة 2020 كل هذه المواضيع سوف ننقشها في هذه الحلقة من برنامج شوفي ما فيه معي أنا حسين هنشل تحياتنا لكم معكم حسين هشم من قناة العرب بأمريكا قناة شو الأخبار الثلاث مواضيع الأساسية اللي نحكي فيها هلأ بهذا الفيديو الموضوع الأول متى يستلم الشعب الأمريكي أموال الحزمة التحفيزية الثانية وخصوصاً الـ 600 دولار التي أقررت في هذه الحزمة هذا هو الموضوع الأول الموضوع الثاني هو الأطفال اللي ولدوا في سنة 2020 متى باستطاعة الأهل الحصول على أموال لهؤلاء الأطفال أكيد نحن نقول كيف وكمان التطور الذي حصل في بعض الظهر بخصوص متش مكانون ومجلس الشيوخ والتعديل من 600 إلى 2000 دولار نبدأ بموضوع الأموال ومتى يستلم الشعب الأمريكي تشكات التحفيزية بقيمة 600 دولار أعلن وزير الخزاني ستيف مانوشيان اليوم بأن التشكات وخصوصاً التشكات الـ paper checks سوف يبدأون بإرسالها للشعب الأمريكي ابتداءاً من نهار الغد نهار الأربعاء وأشار أنه الشعب الأمريكي بيإمكانوا أنه يروح على هيدا الويب سايت المحطوط قدامكم هلأ حالياً irs.gov forward slash getmypayment irs.gov forward slash getmypayment هيدا الويب سايت هلأ حالياً البورتول منه مفتوح بس ابتداءاً من نهاية هيدا الأسبوع رح يكون هيدا الويب سايت لكم لحتى تشوفوا وان صارت الدفعة تبعكم فبناءاً على الأعلان اللي أعلنوا وزير الخزانة بالفعل غداً سوف يبدأون بإرسال المبالغ عن طريق التشاك كل واحد ما عمدن هن الـ direct deposit لإلو بكرة التشاكات بيطلعوا الحالياً البريد شوي بطيء فالتشاكات رح يأخذوا anywhere between أسبوع لأسبوعين ليوصلوا على الأشخاص اللي بدنوا paper check الأشخاص التبع الـ direct deposit حسب المعلومات اللتي أعطت للصحافي اليوم الـ individual with direct deposit information will receive their cash even quicker beginning on Tuesday night for some and continuing into next week معناتها بالعربي أنه الأشخاص اللي الدولي عندهم والـ IRS عندهم direct deposit information تبعهم معلومات تبع direct deposit ابتداء من اليوم من الليلي Tuesday نهار التالتة رح تبلشوا تشوفوهم بالحساب تبعكم ولنهية هيدا الأسبوع فكل الأشخاص اللي عندهم direct deposit ابتداء من اليوم وإلى حين آخر الأسبوع رح تبلشوا تشوفوا هيدا المصاري موجودة بالـ direct deposit تبعكم كمان أشار وزير الخزاني ستيف مانوشين أنه بسبب أنه هني أرسلوا الأموال في المرحلة الأولى والـ care act number one هني رح يكون عندهم سبيد أكتر ليقدروا يبعثوا هيدا المصريات لا فيه صوت أنا شايف الصوت قدامي يعملوا refresh اسمعي من التريفون تبعي كيزينا بليز ومتل ما أنا ذكرت هيدا هو الوебسايت إذا وحيلا واحد بدوا يشوف get my payment irs.gov get my payment الصوت موجود أكيد اللي معنا بيسمع الصوت بليز عملوا refresh للفيديو وبيطلع لكم الصوت فبس حبينا نشير لهيدا الموضوع فبشكل عام لحتى ما أرجع عيد حالي paper check بكرة بيبلشوا يبعتوهم بالبريد بيوصلوا ابتداء من أسبوع لأسبوعين بيكونوا عنكم بس بكرة حين بعتوا direct deposit ابتداء من الليل نهار الثلاثة ولنهاية هذا الأسبوع رح تلقوهون بقلب الأكاون تبعكم رح تلاقوه 600 دولار بناء على الأكرة هي 600 دولار 2000 دولار بعدنا عم بناء شوى تمام هلأ في منكم سألوا قالوا أنا ما وصلني أول واحد أول شي كان في 1200 دولار للأدالت كان في 500 دولار لصغار كثير منكم قالوا ما وصلوني وفي منكم قالوا أنه أنا عندي ولاد خلقه بسنة 2020 كمان ما كنت معبد يعني إذا خلقه بال2020 معناتها أنت إذا الدوري استعملت تاكسس تبع لألفين وتستطاعش معناتها أنت هادي الأولاد مش مشمولين مضبوط فشو صار لأول حزمة تحفيزية لستيميلوس نومبر وون اللي هو وقته كان 1200 دولار أدالت و500 دولار للصغار لأول حزمة تأكد بس من الرقم نعم 500 دولار لصغار و1200 دولار للأدالت لنقول حيلا واحد في شرطين حيلا واحد ما ما طلع له مصاري 1200 أو 500 دولار أو يعني صار عنده ولد بال2020 أكيد منه مشمول بالتاكس هيدا الشرط التاني أو ما طلع له الفول أممونت ما طلع له الفول أممونت يعني ما طلع له 1200 دولار طلع له 200 دولار أو 700 دولار هاودي لما تعبوا تاكس هلا بالجانيوري وبناء على ما كتاب بحكي أنا مع المحاسب هلا ما أطلع لايف رح يبلشوا يبلشوا تاكس most likely بالجانيوري 18 رح يبلشوا يعملوا التاكسات فلتسي أنت بال2019 كنت عامل مبلغ أكتر من 75 ألف إذا أنت individual لحالك أو أكتر من 112 500 إذا أنت إذا أنت فايل إذا أنت عاملين أكتر من هذا المبلغ والدولة إذا عاملين أكتر من 75 ألف أو أكتر من 112 ونص أو 150 على كل 100 دولار أكتر من هذا الدولة بتشير 5 دولار من المبلغ بلتسي أنت بناء على 2019 أنت كنت عامل 80 ألف ك أندفج أو حالك على 5000 دولار للزيادة لفوق 75 ألف على كل 100 دولار شايلين لك من أنه 5 دولار فنقص التشيك تبعي جيت أنت في 2020 وانت تعب هلأ عامل مصاري أقل من 75 ألف أو كعيلة عاملين مصاري أقل من 150 ألف ساعتها زادوا أيتم على التاكس ريترن على الفورم 10 توري وفورم تن توري 10 40 أسر فورم 10 40 فورم 10 40 s هلأ تن زادوا عليهم لين سمو لين توري رقم لين 30 وبناء على لين توري تحسب أنت عندك ووركشيت سيكون هايدي هاي الورقة من الارس سيكون عندك ووركشيت بناء على هايدي الوركشيت أنت لما بعتوا الاستيملوس تشيك أول واحد 1444 وقالوا لك إذا عطيناك مصاري أو إذا ما عطيناك مصاري وليش أو نحن عطيناك هدا المبلغ أقل لأنه أنت عامل كذا ساعته أنت بلين 30 بلين سيكون رزقته بولد زيادة هايدي السنة على توري هايدي بلين زيادة يعني أنت بيطلع لك 500 دولار زيادة حتى لو مرأة السنة بيطلع لك 1200 دولار أنا عطي مثلا كابول مع ولد يعني خلفوا ولد هلأ بال2020 طلعوا من 500 على الولد هايدي بيسموه ريكوفري ريبي كردت وإنت ومرتك كنت عاملين فوق 150 لات ساي جاييكم بس 1000 دولار 1000 دولار يعني في 400 دولار طارو وبال2020 عملتوا مبلغ أنتوا أقل من 150 ساعت 400 دولار اللي راحت عليك كمان بتزيد على الليين توري بيصير بيطلع لك 500 مع 400 هاو 900 دولار كيف بتحصل علي هايدي بيزد لك يعني إذا أنت بيرجع لك تاكس ريفوند إذا بيرجع لك ألف بيصير بيرجع لك 1900 بناء على المسل اللي أنا عطيته كل واحد بيطبق المسل بناء على الوضع تبعه وإذا أنت بتملك يعني عليك مصاري للجوبرمنت كتاكس يعني يؤو تاكس لقلهم هن بيشلو لك هون من التاكس اللي أنت يؤوه لجوبرمنت هيدا للستيمولوس تشاك نمبر وان للي ما حصل على استيمولوس تشاك نمبر وان وخلفوا أولاد أو رزقوا بأولاد بسنة الـ 2020 أو تغير وضعوا المعيشي بسنة الـ 2020 ونزل الـ income تبعكن ومحصلتوا على full amount بس تروحوا تعبوا تاكس تقولوا للمحاسب عبيلنا line 30 recovery rebate credit recovery rebate credit line 30 حفظوه please فهيدا المصاري ما رح تروحوا عليكم هل هل يا ترى الـ IRS بتلحق تعمل line جديد يعني يسموه maybe line 31 لحتى يعطوكم مصريات stimulus check 2 اللي هو 600 دولار هيدا بدنا نشوف إذا رح يلحقوا هلأ بناء على المحاسب اللي حكيت معه أنا هلأ كتعب بحكي معه أبا ما أطلع live عم بيقول يمكن ما يلحقوا بالتاكس return تبع لـ 2020 يزيدوا line زيادة لأنه بتعرفوا إذا زيدوا line بدون يعملوا update على softwares الموجودين عند المحاسبين لحما بس عبوا التاكس يكون line يبين هلأ على line رح يبين line 30 لأول stimulus check إذا زيدوا line 31 لتاني stimulus check ساعتها كمان بيطلع لكم 600 دولار تبع لتاني مرة بس حتى إذا ما زيدوا هذه المرة بالتاكس تبع 2020 بيعملوها بالتاكس return 2021 بس خلوا عنكم عليها لما تعبوا على التاكس وانا نصيحتي لكم ما تعبوا على التاكس دغري هلا بجانيوار انتروا شوية بركي صار هيدا التعديل ساعتا من استفيد منه هيدا التعديل بس بشكل عام اذا رزق انا وصلني هذا السؤال بشكل كبير اذا رزقت وولد في 2020 الـ 500 لأن ولد 500 لان يتلع لكم و600 لن يتلع لكم سيجعون بـ تمام فهيدا هو الموضوع الذي تحدث به والشغل الذي تنتبهه هو المصاري بستموليس لن تقول زلمي ومرأة وولدين تلع لهم 2400 بأول مصبوط 1200 و1200 2400 وولدين 1000 و 3400 تطول لكم أول مرة وهلأ تاني مرة بيطلع لكم 2400 و 3400 و 8500 مش هك هاودي ما بتزيدوهم على مقاومة ما بتدفع عليهم تاكس الاستميلوس بس الانامبليمت بتدفع عليهم تاكس الاستميلوس اللي عتوتكم ياهن الدولة هاودي ما بيزيدوهم على مقاومة تبعكن معناته ما بتدفعوا تاكس عليكم هاودي هدية من الدولة للشعب بطالة هاودي بتدفعوا تاكس عليهم او بتدفعوا تاكس عليهم كل ما بيعطوكم تشك on a bi-weekly basis بتدفعوا تاكس او بتدفعوا تاكس باخر السنة ومكشور تدفعوا تاكس باخر السنة بس اموال الاستيميلس one و two whatever the amount ان كان الف اولا ثلاث تلاف اولا عشر تلاف كعيلة هيدا ما بينزاد عالجروس انكم وما بتدفعوا تاكس هيدا النقطة التانية اللي بدي اتحدث فيها النقطة التالتي بالنسبة للموضوع اللي تكلمت عنه انا في صباح هذا اليوم نهار ثلاثة انه متش ميكانل عمل انه objection على قصة انه ينعمل enominus vote على الالفين دولار يزيدوها من ستمية لالفين شو اللي صار الجلسة كانت تبعت مجلس الشيوخ من الصبح خلصت بعد الظهر الجلسة لما خلصت الجلسة بعد الظهر متش ميكانل انتريديوست اي بيل يعني قدم بيل للسنة بس ما حدد لنهار اللي بده يصير عليه فوت بس قدم بيل وفيكن تطلعوا عليه على وكيلات الانباء هيدا الموضوع قدم بيل بس شو اللي تركب البيل بيل اللي قدم ومش ميكانل عمل combine لثلاثة ايتم اللي بده نيهو ترامب مع بعض يعني جمع ثلاثة نقطة ببل واحد يعني بدل ما يصوتوا عاستيمولوس amendement يعني انه يعلوا الاستيمولوس من ستمية لالفين دولار لحاله عمل بيل introduced a bill on the senate floor بس ما حدد له voting date بعد انتبهوا لهيد النقطة بس عمله introduce ما فيه هلأ voting date لحد الان جمع النقطة الاولى بدهوا يعمل establish the committee to study voter fraud يعني انه يخلقوا لجنة لحتى تطلع اذا صار في voter fraud بالانتخابات اذا صار في تزوير بالانتخابات الشغل التاني اللي يضمه للبل بدهوا يعمل repeal لساكشن توتاري يعني هادي الساكشن توتاري اللي حكيت انا عنا الصبح اللي بتحمي شركات الانترنت وخصوصا شركات مواقع تواصل اجتماعي بيشيلوها والنقطة التالتة اللي بتضم البل يزيدوا الاستيمولوس من ستمية لالفين سو هيدا البل اعملوا انتردوكشن اليوم متش مكانل على السنية فلور بعد الظهر قبل ما يسكروا الجلسة تبع اليوم بس ضم ثلاث نقطة بقلبوا لهيدا البل لهيدا المقترح قانون هلأ امتى رح يصوتوا على هيدا الموضوع المفروض هي الجمعة بس لحد هلأ متش مكانل ما اعلن امتى هلأ هيدا رح يشكل ضغط على الديمقراطيين عم بيحاولوا يلعبوا هلأ شطرنج انت بتحرك حجر وانا بحرك حجر لعبة متش مكانل هو كمان لا يضغط على الديمقراطيين لأن الديمقراطيين لا بدهم هيدا انه ربيل شكشين توتاري ولا بدهم يعملوا كمتي لحتى يشوفوا الفوتر فراد الديمقراطيين بس بدهم انه قصة فهلأ صار فيه شد حبال لنشوف شو بيصير بناء على ما يحصل ان شاء الله نحن بنعطيكم كل التطورات وكل الأحداث فخلوا عينكم على واتساب ميديا نتورك خلوا عينكم على صفحاتنا عم نحاول نعطيكم الأخبار بأول بأول متل ما اسموا هيدا البرنامج شو فيما فيه شو ما سيصير فيه حاولنا رح نجيب لكم انا بعتزل إذا رغم بطلع كتير على هواي يمكن اليوم طلعنا مرتين بس لأنه كان فيه كتير أبديت ولأنه كمية الأسئلة اللي وصلت عن أم ترح أقبض لتشاك أنا جاني ولب بالـ 2020 بيطلع له أنا ما قبلت أول تشاك فيني أقبضه فحبنا نجيبكم على هيدا الأسئلة وإن شاء الله عطول بنجيب لكم هيدا المعلومات اللي بتفيدكم وبتفيد الجاري العربية الموجودة في أمريكا كلها كان ماكن حسين هشن من قناة العرب بأمريكا قناة شالأخبار ألتقيكم في فيديوهات جديدة عم قريب وتصبحون على ألف خير